ليس عليه خاتم فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما مكتوب عليه محمد رسول الله الله سطر ومحمد سطر ورسول سطر هكذا كان خاتمه الشريف عليه الصلاة والسلام إذن هذه هي الوثيقة أمامنا في الشاشة أعلقها مرة أخرى وسأقف عندها بعد قليل نكتب هذا النص النبوي ونلحظ بعد قليل ما فيه من الدبلوماسية لهذه الكتابة ماذا كان النص بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل حظيم الروم سأقف بإذن الله مع بعض الفوائد بعد قليل سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام يعني بكلمة التوحيد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين الأريسيين هم الزراع والفلاحين الذين كانوا تحت مملكته يعني عامة الناس الذين يتبعونك ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ثم الختم النبوي يا له من نص عظيم ويا له من خطاب شريف ولذلك هرقل لم يملك حينما قرأ هذا النص النبوي الكريم إلا أن قبله وجعله على رأسه ثم طوي هذا النص من قبل هرقل لأنه نص من أعظم نبي طواه وطلب له حافظة خاصة جعله في علبة وغلف بالحريف ساقف عنده هذه القضية بعدها خديم عودا على بدءنا أيها الأخوة والأخوات حول الدبلوماسية النبوية حول خطابات النبي صلى الله عليه وسلم ومكاتباته للملوك في زمانه بين أيدينا هذه الرسالة النبوية الكريمة منه عليه الصلاة والسلام ومن المعلومة أن هذه ليست بخطه لأنه وما كنت تتلو من كتاب من قبله ولا تخطه بيمينك لم يكن صلى الله عليه وسلم مما يكتب ويعرف الكتاب ولكن هذه من كتابه كان منهم أبو بكر ومعاوية وزيد وغيرهم رضي الله عنهم أرضاه استعرضت وإياكم النص الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وهنا كما هي يعني قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر فاستعانا بالله سبحانه وتعالى ثم يعني يقول العلماء أن من الأدب بل من المسلكية الصحيحة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الخطاب مبدوءا باسم مرسله من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل وأيضا لم يكن ملك الروم وهذا لأن ملكه حينئذ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حقيقا حقيقيا ولا صحيحا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلطف في العبارة وناداه بعظيم الروم لأنهم يعظمونه وهذا حقيقة الأمر وأيضا لأن الله تعالى كما قال لموسى وحارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فأصحاب الجاه وأصحاب المناصب يخاطبون بما عرفوا به وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم ثم قال سلام على من اتبع الهدى لم يخاطبه نعلى سلم بالسلام لأن السلام عليك وإنما إن اتبعت الهدى فسلام عليك وأيضا كلمة أما بعد وأنها تكون في المخاطبات ثم فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وهذا من الإجاز والجناس اللطيف إن أسلم سلم سلم في دينه وسلم في ملكه وسلم في آخرته وسلم في مملكته وسلم في شعبه وسلم في كل شيء ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رغبه أسلم يؤتك الله وأجرك مرتين أجرك بإسلامك أنت وأجر هذه الأمم التي ستدخل من بعدك في دين الإسلام ثم قال أيضا مبينا عليه الصلاة والسلام عاقبة عدم إسلامه فإن توليت لم تقبل هذا الدين الحق وأنت يا هرقل عندك علم منه وعندك خبر من الكتاب المقدس لديك فاعلم أنك إن توليت فإن عليك إثم الأريسيين إثم هؤلاء الذين في مملكتك الذين سيتبعونك ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة في سورة آل عمران يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الكلمة العظمى التي تحتاجها البشرية كلها وهي أن لا يعبد إلا الله ولا يشرك به سبحانه لا يجوز أن يشرك بالخالق المستحق للعبادة غيره ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ولذلك أيها الأخوة والأخوات هذه العبارات هذه الرسالة أثرت في قلبه رقل أثرت نعم لقد جمع البطارقة ووزراءه في قاعة وأغلق الأبواب وقال يا قوم أنتم بين خيار إما أن تؤمنوا وإما الجزية وإما الهلاك قال العلماء أن هذا الكلام منه يشير لأن عنده نوعا من إيمان ولذلك كما اكتقدم قال علمت أنه خارج وأني سأغسل عن قدميه ملك في زمانه أعظم ملك الدنيا وقائد أكبر مملكة يقول آتي لأغسل قدمي محمد بن عبد الله لا نعجب نحن لكن يعجب الذين يقولون محمد كان في سنة ست من الهجرة من الحسن أن نتوقف عند جزئية لطيفة أخرى وهي التي أعرضها من خلال ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله وتأملوا أيها الأخوة في عجب هذه القضية يقول أن هرقل وضع الكتاب في قصبة من ذهب هذا الذي شرت إليه قبل قليل تعظيما له بخلاف كسرى ملك فارس لما بلغه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع قام ومزق هذا الكتاب